مصر الخير أولدتما معا وتظلاني معا على كلمات جبران خليل جبران وألحان الأخوين الرحباني دخلت كنيسة مرشرب الفي عناية وكانت ساحرة كالأميرة يوم زفافها أرادته يوم المصالحة مع الذات ومع الوطن يوم السلام وتكريس السلام ويوم الأمل والأحلام ستريد جعجع بشرانيه بقوة تجمع بين الشجاعة ورقة القلب تلين مع القدر لكنها لا تنكسر ولا تتردد في مواجهة الأيام الصعبة تقتنع بالواقع وتحاول توظيف المتغيرات في مجالي الخيارات الدقيقة تواجه منذ مدة امتحانا بالغ الصعوبة تسكت حينا تتكلم حينا آخر لكنها تفكر بعقلها في كل حين ولا تترك نفسها تسترسل مع منطق القلب والعاطفة والحنين إلى الماضي وجدت قصرا في عالم جديد يطوقه كلام الناس إلا أنها تنفر دائما من نافذة الأمل لاستعادة الأمل والقوة للمثابرة على تحمل غدر الحياة ستريدة جعجع ستريدة جعجع تقف في وجه الرياح بأعصاب فلاذية لا يرف لها جفن عندما ترى الوجه الآخر والمظلم الحياة فتعتبر الصراع مع الذات تنفيسا للاحتقان الداخلي وتبريدا لفورة الدم الناتج عن قساوة الأيام والظروف سيدة مجتمع من الدرجة الأولى تدافع عن أفكارها وعن حقوق الإنسان خصوصا عندما تكون الحقيقة إلى جانبها لا تستسلم لاتزازات الخط ولا تعترف إلا بالحقيقة اليوم تنتظر تترقب هدوء العاصفة لاسترجاع أحلامها الضائعة وحياتها الطبيعية ستريدة جعجع مساء الخير مساء الخير الليلة أكيد لا يوجد شكل نسبة المشاهدين كثير مرتفعة الله يخليه أعبنا أن يشوفوك شوف كيف صرت كيف عيش شو بدك تقولي مواضيع عديدة لأسئلة أكيد كثيرة متشابة لح نحاول سوى نطرحها وتجاوبينا عليها ناس بتعرف ستريدة جعجع كون زوجة الدكتور سامير جعجع بس ما بتعرف شو بوضع العائلة هل في إمكاننا إلقاء ضوء أكتر على ستريدة جعجع ستريدة جعجع بكل بساطة عنده والد اسمه ليس ولدته عيدة مبارك عندي خيه أخت خيه اسمه دانيال اخت دونيز تعلمت بعدة مدارس منون شانفيل تشيزي ساند ميري رجعت نلت إجازة بالعلوم السياسية بالبيو سي عمره 28 سنة هاي بكل بساطة ستريدة جعجع الدكتور جعجع كيف تحرفت علي هل كنت مصادفة أو أنتوا أبنين نفس المنطقة تأيتوا فعلا كانت مصادفة كونه كان يتردد على بيت عمي السيبة جبرانتو نائب السابق نائب السابق نعم بعد عمي كوي ما في شك ما في شك وهونيك بالسطفة فعلا التقينا وتعرفنا على بعضنا أول ما شفتي شو قلت بينك وبين نفسك للصراحة ما عيني لي شيء أبدا أول ما شفته كنت أسمع عنه كتير الوالد مثل ما سبقته قلت كونه من بشري والحكيم من بشري كان يحبه كتير أما اللقاء الأول متل ما سبقت وقلت لك ما عيني لي شيء أبدا غير أنه اللي حسيته ما في شك شخصي كتير قوي ورهبة هيدا الانطباع إذا بدك اللي بعده على الآن بزهنة طب أول ما رحكيتي معه شو الانطباعي اللي تركه عندك أو كونتيه حسيته إنه حسيت إذا بدك إنه في إنسان صريح قدامي عم بيحكيني بالأمور هيك كل صراحة شخصيته قوية ما في شك كمين هيدا الانطباع التاني اللي أخدته بس تعرف يعني الإنسان بس تشوفه لأول لحظة أو لأول لقاء يعني ما كتير إشي فيك فيها تعلق بزهنك يعني لابل إذا بدك بعد ما اتعرفت عليه يعني مع الأيام لقيت إنه شخص سمير جعجع شخص يعني بركش هدتي مجروحة هون بين هلالين بس شخص عظيم طيب تزوجتي عن حب جوزتي عن مصلحة لأي سور تزوجتي؟ مصلحة بتصور هالسنتين وشهر اللي مرأوا علي أكبر دليل إنه ما تزوجت سمير جعجع عن مصلحة واللي أهم من هيك إذا بهالمرحلة بالذات من إيجابياتها إذا بدك إنه قدرت بيين له لهالشخص شوي قدي بحبه يقال إنه عائلتك كنت ضد هالزواج خصوصا عمك جبران تو نصحك إنه يا بنت ما تتزوجي سمير جعجع لأنه بنظره هالإنسان مصيره مجهول وزواجه منه مخاطرة مش مظبوطة الحكي عم جبران من الأشخاص إذا بدك اللي يحمسوني واللي حكيوني عن شخصية هالإنسان عن مبادئه وعن التزامه أما بالنسبة للعائلة اللي بالنهاية عائلة القريبة اللي مكونة من الوالد ومن خيه ومن أختي اللي بشكل أساسي بأسره عليه ما في شك إنه كانوا عتلانين هم ناحية واحدة إنه هالإنسان إنسان سياسي وحياته معرضة للخطر وبتصور هذا شي طبيعي كانوا خايفين من هالناحية بس بالنهاية يرجع القرار لا إليه أما عائلتي كانت ضد زواجة من سمير جعجع لا أبدا على الإطلاق قبل الزواج من دكتور سمير جعجع كيف كانت نظرتك للسياسي؟ إذا بدك قبل الزواج منه السياسي ما كانت تعنيه لكتير يعني ما بحياتي فكرت إخل رجل سياسي أو اتعاطى بشأن السياسي بالنسبة لإلي السياسي هون ما عليش بدك توضح شغلة منك أنت بدك تعرف مني السياسي كسياسي كشخص أو السياسي بالمطلق السياسي بالمطلق؟ بالمطلق سياسي كشي تيمقصول لا إذا بدك السياسي هيك بالمطلق ما كانت تعنيه لشي أبدا ما كانت تعنيه لشي أبدا لماذا درستي علوم سياسي بعدين؟ لعدة اعتبارات بوقتها كنت دجا تعرفت على سامير شعشع واعتبرت أنه الامرأة اللي بدت تواكب هالإنسان مفروض يكون تكون على ألمان بالشي اللي عم بصير حوليه بالقليل والأهم من هيك علوم السياسي بحد ذاته أنه علم كتير واسع ما بيتعطى بشأن ديء كتير يعني بتاخد فيه تاريخ بتاخد فيه ديبلوماسي بتاخد فيه الاحتكاك والتعاطي مع الناس وهي شغلة كتير أساسية برأيك واللي ذاته هالشي هو أنه تعرفت كنت دجاع الإنسان واعتبرت أنه أقل الشي ممكن أعرف شو عم بصير حوليه ما تعتبرك أنه هو مدرسة بحد ذاته؟ العلم؟ هو هو الحكيم؟ مدرسة بحد ذاته بقعد بقدر أحكي لك ساعات و ساعات عن سامير جعجع يعني سامير جعجع قبل كل شي علمني شو يعني الالتزام بين قضيته وبين عائلته الصغيرة إذا بدك المكونة من مرته ومن أمه ومن بيه بالنهاية نقق عائلته الكبيرة قديش ملتزم تجاه نفسه وتجاه الناس للحقوق أهم من هيك علمني إذا بدك الصبر علمني النفس الطويل علمني أنه الدنيا الواحد بيجي عليها مش هيك تاياكر ويشرب وينام بيجي تاياحفر فيها أي شغلة كتير أساسية الحب بالزواج والحب على الزواج بشو بيختلفوا؟ أنا برأي إذا بدك ما بيختلفوا إذا بدك بالمضمون الحب حب بيتكمل بشكل الشرعي إذا بدك تجاه ربنا وتجاه المجموع اللي عيش فيها الشي اسمه زواج ما بتصور في شي مختلف بين الحب قبل ما الإنسان يتزوج أو بعد ما يتزوج في نوضوج ممكن؟ نوضوج بركب إذا فينا نقول نوضوج بالإحتكاك اللي بيصير بعدين بس الحب المطلق إذا بدك هيا كلمة حب ما بتصور في شي بيفرق عن إنسان قبل ما يتجوز أو بعد ما يتجوز الحكيم كيف بنظر للحب؟ قبل كل شي الحكيم إنسان شخص كأي إنسان ثاني بيحبه وعنده شعور وعنده حسيث يعني وبيحبه بيروح فيه للآخر مثل ما بقيت الأمور بيروح فيها للآخر إنسان بيحب للعظم وبيبرهن هالشي يعني ما بيستهي عندنا بالشرق هون الرجل بيعتبر بعد الأحيان إنه إذا بيحب شخص أو بيحب إمرأة ضعف من إنه يبين له هالشي بيخفف له من الرجوليت ولا أبدا على الإطلاق الحكيم من الأشخاص اللي كان يحب ويبين إنه يحب كان يبينه على الآخر نعم تقولي على الآخر؟ على الآخر ما بيخوف شوي ليش بد بيخوف؟ كلمة الآخر الآخرة ما في شك بس الآخر له ليش؟ بيشو تتشبه ستريدة جعجع مع الحكيم؟ بيشو تختلفوه؟ منتشبه بتصور بكتير أمور ومنختلف ما بعرف إذا فينا نسميه أختلاف بحد ذاته بس ما منتشبه بأمور تاني قبل كل شي أنا بعتبر إنه الكوبت يكون ناجع في أمور بدي نكونوا متفقين عليها وأمور مش متفقين تا يقدروا يتكاملوا هذا شي طبيعي ليش معقول تجي تلاقي رجل عيش ببيئة معينة وأمرة عيش ببيئة تاني مختلفة تماماً إنه يكونوا كومباتيب بشكل بتصور مش معقول يتفقوا بدي يكون في شي بيكمل التاني فيه قبل كل شي هو رجل أنا أمرة هاي بحد ذاته بارك إذا بفيك تسميه اختلاف يعني هو بيشوف الأمور أو بينظر له بطريقة مختلفة تماماً عني أنا بس هننزل شوية للموضوع الأساسي الأشياء اللي منتشبه فيها مثلاً هو شوية تميد بكاراكتيره شوية يعني هيكة رنفرما إذا فينا نقول تميد بيستحي أنا لا أبداً هالأمور كانت تترجم بأشياء كتير هيكة صغيرة وبسيطة نقول مثلاً أنا أوقات مع زمين على عشا نتعرف على أشخاص اللي عم بتعرفيهن قبل هلا قالوا لا قال لي مش معقول كانت تعرفيهن صارلك مئة سنة الحكيم بيخد وقت إذا بدك تيربي صداقاته بيخد وقت بيفوت مع الشخص بيخد وقته بهالأمور الشغلة الثانية إذا بدك منا متشبهين فيها الحكيم من الأشخاص اللي كتير بيحب يختلي مع نفسه بيحب يقعد مع نفسه كتير أنا من الأشخاص اللي أبداً ما بحب أقعد مع خالي بحب أقعد بفي شك بس إنه بتقلي اختلي مع نفسه مصصاعة بالنهار بتفهمها بس إنه ست سبع ساعات وفكر إنه بحس في شي غلط بحب بيضل في يكون حداً حدي بيضل مسلا حداً إذا بدك موجود حدي عم بيحكي أنا ويه شغلة الثالثة كمان اللي هيكي إذا بدك بنختلف فيها هي إنه الحكيم شخص كتير إذا بدك كيفينا نسميه كتير متوديك كتير يعني ما بيحب يضيع ولا لحظة ولا دقيقة من حياته الوقت كتير تمين بالنسبة له نظامي نظامي نعم أنا لا ما كتير نظامي لدرجة كان يقلي بتاخدي ديبلوم بتضيع الوقت هول إذا بدك بالإجمال إشياء اللي ما كتير متشابه فيها أما هل إشياء اللي تختلفوا فيها إذا بدك هالإشياء اللي نتفق عليه قبل كل شي نظرتنا للأمور بالحياة للعيلي كعيلي تربية العيلي للزواج للالتزام الشخص بالشخص الثاني بالشي اسمه زواج بناءنا للمستقبل كيف نشوف المستقبل وإشياء متكامل فيهم نشوف عنا زيت النظرة فيهم أورد على دكتور جعجع السفر للخارج من البرازيل أو إلى الأمريكا اللاتينية هالعرض رفضوه ليش؟ قبل كل شي أنا بدي أسألك سؤال ليش هون قلتني البرازيل أو الأمريكا اللاتينية مثل كأن هول بلدين بيروحوا عليه المجرمين أو المنفيين كانت بتمنى تسألني ما علاش إنه كان يحب إنه يسافر أو لا؟ هيدا هيدا العرض ياللي تلقيه لا بس مش لبرازيل وللأمريكا لا يوجد تحديد دكتور بس ما علاش أنا حبيت أسأل السؤال هون وجاءه على بعد إذا بدك المستمعين المشاهدين والمشاهدين ليش ما سافر الحكيم؟ طرحت علي إذا كنت أنا من رأي إنه يسافر تكون كتير صريحة معك نعم أنا كنت من رأي إنه كان لازم يسافر الحكيم وبتصور هيدا شي طبيعي إنه الإنسان بس يحب شخص بحب إنه الشخص يكون لإله بس وهيدا بتصور شي طبيعي جدا وكنت خايفة كتير عليه وعلى حياته أما بالنسبة لإنه ليش ما سافر؟ ما سافر لعدة أسباب قبل كل شي سمير جعجع مقاما ببراقته ليش بده يسافر؟ ليش بده يهرب؟ الشغلة الثانية إنه ملتزم بقضية الماء في ناس حاربوا وناضلوا وميتوا بكرميلة إنه يتركها هيك ويسافر؟ مشين هالسببين إذا بدك الأساسيين أخد خياره يبقى بلبنان بتعتدي اليوم بينه وبين قرارت نفسه مش ندمين على القرار؟ أنا بده أتمنى عليك تقرأ الجرايد وتسمع إذا بدك تقرأ المرافعة لعملها آخر مرافعة بجلسة لبنيسة مننا بتفهم كتير أمور إذا ندمين أو لا؟ شو عم تعمل اليوم ستريدة جعجع كيف عيشك؟ هل عم تقدم مذاكراتك؟ هل بتطالعي؟ هل بتستقبل الأصحاب؟ بتغلبي زيارات؟ ما في شك عم بتستقبل الأصحاب وعم بقوم ببعض الزيارات ووقتي ما بيسمح لي كتير إذا بدك إنه واخده لقلي للطالع أو لتسمع الموسيقى أو تأكتبه بذكريتي بعد ما الحكيم فات من غير شرع الحبس المسئولية إذا بدك هكي هبطت فرد مرة على كتافي ومسئولية مسئولية يعني على مستوى كتير كبير بتصور لا بعد نقصني كتير إنسان إذا بيعتبر حاله إنه وصل لا إلى الكمال بتصور لا أبدا إحنا أقل الناس نقصني كتير بعد بهالمجال ووقتي مش لقلي يعني بين طلعاتي على وزارة الدفاع مرتين بالجمعة قبل الظهر وبين لقاءاتي مع المحامين تنتبع هالقضية بالتحديد وبين زيارة الأحبة اللي رجعت أصامت الوقت بين نهار التانين والجمعة ما عم تترك لي كتير فراغ إنه أقدر أعمل إشي اللي أنا بحبوه هل عم تزوري بشري من وقت للتانين؟ تصوق الحظ متل ما سبقت وقلتلك وقت كتير دايق ما عم تزوري بشري كتير بس بهالفترة زرته شي مرتين ثلاثة شو بتعني لك بشري؟ بشري بتعني لي كتير إشياء صحيح بركة ما ربيد فيها بس بتعني لي كتير إشياء أول كل شي بشري بالنسبة لإله أرز الرب وادة أديشة مهد المسيحيين بشري جبران خليل جبران الأرض الطيبة الناس الطيبة بشري بتعني لي الحكيم كل بساطة أمك أمك دفنت ببشري نعم ما بتذكرك بأمك كمان هالمنطقة؟ ما في شك بتذكرني بأمي بس في أمور تاني بتذكرني بأمي أكتر من هالمنطقة بالتحديد يعني بتزوري من وقت للتاني بتخضعي أكدية لزهر على ضريحها لسوق الحظ بهالوقت ما عم ينسمح لي الفرصة بس بس ينسمح لي ما في شك يعني بس اطلع بشري أول الأشياء اللي بعملها بصلي بكنيسة مرسابة بشكل أساسي بحضر الإدباء صونيك و بصور دفن أمي كمانا بغيب والدتك شو أهم شي فأتي؟ الوالدة شغلة كتير أساسية بالحقيقة وخاصة والدتي اللي بالنهاية عطت كل عمرة لألنا الوالدة قد ما تكون كبيرة بتصور إن شاء الله يكون عمرة 150 سنة افتقادة بحد ذاته شغلة كتير أساسية كنت بتمنى كتير إذا بدك بهالفترة بالزيت تكون حدي اللي بتصور هيك أبين مرال صوتين مرال فضيع شو فتقدت؟ فتقدت لك كتير أمور فتقدت قبل كل شي لحنين الأمن العاطفة الأمن اللي ما حدا فيه أبدا يوازي محل شو بدك من هالحكي؟ يعني كل عاطفة الدني كلها سوا ما بتوازي هيك ابتسامة منها أو نظرة منها هذا اللي فتقدتو بس بالمقابل علمتني كتير إشي بها الدنيا كتير أهمون علمتني إذا بدك إنو بكل تجرب الإنسان بيمرق فيها بحياته مهما كانت كبيرة بيضل في شي إيجابي إذا بدك ياخدوا من هالتجربة وبالقليلة بالإنجليز إذا بدك فينا نقولها كالتالي تجربة الأمن اللي قد تجربة الأمن وكذلك مهمة وكذلك مهمة هل مع دكتور جعجع وجدت الأمان وجدت الحماية الحنان هل هو أعوض عليك إلى حد ما في دين الأمن؟ إذا بدك بالحكيم قبل كل شي شفت في الزوج والزوج بحد زيت يعني لا يستهين بها ما في شك شفت فيه كمان أمور تانية شفت فيه أمي لا أبا بتصور شفت فيه عاطفي بلا شفت فيه عاطفي كثير بس هي عاطفي الواحد بيستمدها من حبيبه ومن زوجه عاطفي تانية مختلفة إذا بدك ستريدة جعجع بصفحة مرايا السريعة لحنا تعليك عشرة أسئلة أسئلة سريعة نعم لحنا طلب منك إذا تسمحي تجربة عليهم بكلمة أو بجملة واحدة نعم شو أهم حدث بحياتك لقائي بسمي الجاجع أجمل يوم بحياتك النهار الأخد شاتي بالجامعة أتعس يوم بحياتك وفيت أمي أحلالية لقيتها أول وردة حمرة من الحكيم أجمل لوحة أتعس يوم الوحة سترسي إذا بدك أو العشاء السري لليوناردو دا فينشي حكمتك المفضلة في هون الإمام علي بن أبي طالب يقول شغلة كثير حلوة من صار على الحق صارعه كتابك المفضل أو ليفر دو شوفي اللي بترجعيله على طول لقويلان لريشار باخ مش الإنجيل أنا بالنسبة لإلي الإنجيل مش كتاب كتاب مقدس في فرق شعرك بالحياة فكر بإيجابية مفالك الألع ولدتي حلمك الكبير إذا بدك عندي هك بما أنه بدي جاوب بجملي بس أقدر ربي عائلة مسيحية صالحة وقفي مع الألين نرجع من بعدها إلى ستريدة جعجع ومرايا خليكم معنا ستريدة جعجع تردد أنك تفكر تخذ الانتخابات اليابية عن قضاء بشري هل هالموضوع وارد أو مجرد إشاعة؟ أبكل شي في شغالي بحب أوضحها لكل الناس أنه اليوم أنا ما عمفكر بأي عمل سياسي اللي يخذلي كلوقتي هو قضية زوجة بالتحديد يعني كل الاتصالات اللي عم بعملها وكل وقت وكل دقيقة بتصب به القضية بالتحديد تاني شي أنا بشوف أنه النايب بحد ذاته مش يعني أنه الواحد يعمل نايب مش هدف بحد ذاته أنه يعمل نايب هي إذا بدك وسيلة لمشروع ما أو مجموعة ما وكل بساطة بقول لك نحن حزب محلول هلا فهمك كفية دي بتقيمي شعبيتي كل يوم ببشري قبل كل شي بحب أوضح لك شغلة وقت تتوجه لي بشعبيتي هي شعبية مش ملك بتباية هي شعبية للقوات اللبنانية ككل وشعبية شخصاً يرجع جا ومش ببشري بس أنا بشوفها بلبنان ككل بقى يعني بستغرب بستطرح علي السؤال شعبيت شعبيتكن كان مفروض عن بكيمي ببشري بس يمكن اليوم شعبية ستريدة جعجع إذا فينا نقول تفوقت على شعبية الحكيم أولا شو هالحكي حلو الإنسان يعرف شو حجمه بهالدني اليوم إذا الناس بيحترموني وبيحبوني بتصور لأن مرت هالإنسان بالتحديد ولشخصي كمين لشخصي ما في شك بركب يعتبروا أنه ووقفت جنب هالشخص بالتحديد بس إنه شعبيت تفوقت شو هالحكي حلو الإنسان يعرف شو حجمه بهالدني اليوم موقتها بتزوري دكتور جعجع بيزارة الدفاع هي زيارة مدتها تلت ساعة أو ربع ساعة هي زيارة مدتها بين عشد آي وربع ساعة شو أحساسك؟ يعني ما بعرف إذا اليوم بل عم بيعمر سامي جعجع عم بيعلمني مفهوم جديد للحرية يعني كل ما بطلع وبشوفه وهون بدي جرب إذا بدك شيل عطفتي عجنب وأحكي بكل تجرد بحس إنه في إنسان موجود فوق قادر يطلع من كل القيود اللي موجود فيها ودي أتمنى عليك إنه تسأل المحامين اللي عم بيزوروه باستمرار واللي بعدهم عم بيزوروه والمطارنة اللي طلعوا شي فوق واللي كمين عم بيزوروه باستمرار يعني سامير جعجع بالحبس شخص جديد بيعلمك الانتزام بيعلمك النافس الطويل بيعلمك التضحية يعني اليوم حلقتنا ليلة هي أو برنامجنا اسمه مارايا نعم وبدأ نحاول ندخل إلى أعماق ستريدة جعجع نعم والسؤال اللي واجهت لك وإنتي شو عم تشعر بتطلع إلى عنده إذا بدك كل ما بشوفها الإنسان بحس إنه الشي اللي عم بيعمله كبير بشكل لدرجة إنه بتأسف من مايلي بقول دي عن هالطاقة اللي عنده إياها ما يكون عم بيستثمرها مجموعة كتير كبيرة من مجتمعنا ولبنان ككل عنده طاقة رهيبة سامير جعجع بتسميها طاقة فكرية بتسميها طاقة اجتماعية بتسميها طاقة بحد زيتها طاقة رهيبة أنت تقدر حبك لإله وقوفك إلى جنبه إلى أي درجة عم يساعده لتحمل الوضع اللي هو موجود فيه بتصور هو بحد زيته الحكيم إنسان جبار واحد يعطي كل واحد حقه يعني لما في شك صمودة لإله بتصور شغلي كتير أساسي على مستوى الإنسان سامير جعجع الإنسان بس برجع بقول هون يعني حلو الإنسان يعرف شو حجمه بالتحديد يعني اليوم أنا كنت بحب إطرح السؤال لو سامير رجل مش متزوج اليوم ما كان بيوقف زيت الموقف برأيك يعني يمكن حبك لإله عم بيغزي عم بيغزي هالقوة عنده عم تكبر هالقوة يعني وضعه لا يستهان بي وضعه ما منحسته عليه أكيد بتصور السؤال مفروض تسأله إيه إله إن شاء الله أمني لنا مقابلة ما عم نقول لا وقت توصل اللي عنده على وزارة دفاع شو أول كلمة بتقوله إيها؟ بحبك وآخر كلمة إنتو فين ليك؟ انتبه على صحتك وهو شو بيقلك؟ كمانا إذا بدك أحبك؟ لا ما بيقوله بس بالشعره بدون ما يقوله يعني انتبه على حالك وبيسألني عن الأشخاص أصدقاؤه أحبه شو عم بيصير بره يا سيد ريدا جاجا شو بتتوقع على مصير زواجة؟ اليوم في حكم حكم طويل أصلا كتقول في حكم مؤبد بسامير جاجا بفهم سؤالك بحب بقلك شغلة إنه ما في شي مؤبد بهالدني غير حبة لسامير جاجا بعدين ربنا السلام لإسمه بيرك هالعلاقة وبالإنجيل في جملة بتقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان بحب أقول هون إنه أنا كمسيحية مؤمنة بإمن بالشي اسمه رجع من هالمنطلع بكل شرق شمس جديد بهالدني فيه أمل جديد أنا لا أرى أبدا الدنيا صودة وفي شي مؤبد في شي بلا مؤبد حب لإله هل صحيح إنه عرض عليك الطلاء؟ هل صحيح إنه عرض عليك الطلاء؟ هو عرض عليك الطلاء؟ يعني عم استغرب من سؤالك أولي إشعاط إذا إشعاط طلعي بشخص الحكيم مشان هيك بركي هاي الصورة اللي بتعكس إنه عصابي فليزيه مشمولة من عدة عوامل قبل كل شي سأتي ببراءة جوزة الاستقرار الداخلي اللي عندي وإيماني فيه وبيربي وبتصور هولي إشياء كتير بيساعدوك إنه إنك تجيبه كل شي ما صعب بتمرو عليك بحياتك طيب ورقها اللي تساهمي شو فيه؟ فيه استقرار داخلي جوه كتير كبير هذا اللي فيه لك وبقلبك شو مرسوم؟ شو أهم شي مرسوم فيه؟ صورة مين موجودة؟ صورة عدة أشخاص أكبر محل أي صورة إخدتو فيه خلية لقلبها ستريدا جعجع هل تخلى عنك الأصحاب والأصدقاء اللي كله يزوروك أنت والحكيم للصراحة هاي المرحلة بالزيت علمتني كتير إشياء من إيجابياتها بتختبر الناس على حقيقتهم يعني تكون كتير صراحة كلمة صديق بالنسبة لقلي كلمة كتير كبيرة كلمة نبيلة كلمة مشرفة ونحن بالشرق بعد عندنا صفات كتير حلوة وكتير مهمة نحافظ عليها في كتير أشخاص بركي اعتبرتهم به المرحلة بزيتهم ما بحييتهم بيوقفوا حدي ووقفوا عن حق وحقيق متل ما فيه أشخاص كمان كنت ما اعتبرتهم أنه أصدقاء لقلي واختبرتهم وطلعوا لأ هون بين هلالين بحب وجهلهم أنبل تحيياتي له الأصدقاء وهني بيعرفوا حالهم تماما من الني بحب بقلهم أنه الله يعطيني إذا بدك العمر أنه قدر بيدلهم بنفس الطريقة اللي بيدلوني فيها أما بالنسبة للأشخاص الباقية اللي اعتبرتهم بركي أصحاب بحب بقلهم أنه أنا بتفهمهم كمان بهذا الزرف بالزيت أنه تصرفوا هيك نرجع للموضوع الأساسي هل تخلى؟ تخلى بتصور جزء بس زيد الجزء الآخر بس أنا بتذكر فيه شخص مرة قال لي كتير حميمة قال لي أنه بهدني إذا فيك تعني صديق أو صديقان لأن كلمة صديق كتير معبرة كلمة كتير إذا بدك بتحمل معاني كتير كبيرة يعني ربنا بيحبك سقدر تتعلم بصديق أو صديق أو صديق تاني يعني شغلة كتير أساسية السبق وذكرت بأول الحديث اللي ليلي أنه الحكيم صداء عنده مقدسة نعم وأنه بيختار أصدقائه بطريقة مش عشوائية بيخد وقته نعم ومو بيخدوهش بسرعة الأصدقاء الحكيم يعني افتكروا أنه هو أصدقاء لأله هل بعدهم بيطلوا عليك بيسألوا عنه بيطمنوا عنك بيعرضوا خدماتهم أكيد بعضهم بيطلوا وأكيد بعضهم بيعرضوا خدماتهم وأنه بيعتبروا به المرحلة بزيت أقل لشي عملوا وظلوا يطلوا وظلوا يسألوا عنه بطمنوا عن صحته وإذا عايز شي بده الشي عايزي شي بده الشي أكيد عم بيطلوا باستمرار في كتير من أصدقاء الحكيم سألك وطريق خاص فيهم يمكن طريق شي مختلفة عن تواجهتكم عن أفكاركم شو رأيك به الموضوع يعني أنه تب تشفيهم على تليفزيون وتب تسمعي أخبار وانشو بتقولي بينكم بين نفسي قبل كل شي مش مظبوط أنه سألك وطريق غير الطريق اللي مش فيها الحكيم بس في شغلي هون كتير رحل الرأي العام أنه المرحلة المرأنا فيها كانت أسي بشكل أنه في عندك بعض الأشخاص بس ما قدروا نركبوها عندك بعض الأشخاص كانت صطمة بحد ذاتهم الشي اللي صار أما هيك يسلكوا طريق أخرى معاكسة للطريق اللي مش فيها الحكيم بستوعد جدا لا بالعكس برأي بعضهم أو فيه على الآخر يعني بهدني كل شيء كل شيء وارد مش من رأيي أنت بس أنا برأي بعض بكير كتير إنه نحكم عن الناس ما هيك الوقت بيوهايقرر ما هي شك الوقت مع مين عيشي اليوم ستريد عجع عجع بالبيت لحالة؟ لا مش لحالة عندي مجموعة ناس من الأشخاص اللي بيعتبرون مني وفيي بقيوا معي من البداية ومستمرين لحتى النهاية عندي أختي بتزورني بالسمرار شيها بنت صغيرة هلأ عاتي هيك روح من الفرح بالبيت وفي أهلو الحكيم كمانا بشبه دائمين معي بالبيت كمانا بيزوروني بيكونوا معي أنا لوحدي ممتازة حميمة جدا حميمة جدا أهل الحكيم بالنسبة لإلي إذا بدك بيجسدولي الحكيم كله سوا بيجسدولي الأنيعات اللي ماشي فيها سامير جعجع بيجسدولي تربية سامير جعجع قيم سامير جعجع بيجسدولي هالوقت اللي ربوه واللي ضحوا مش ينطلعوا من هالشخص بس القيم اللي موجودة فيها بكل بساطة هون بصغل بقللون مش بس بحبون بحبكن يعني وبحبكن يعني بحترمون كتير كتير احترام كتير كبير لألون وقتا بيجي الليل بيشو بتفكري ليش طرحت علي بس يجي الليل لأن ممكن الليل بيذكرنا أو بالليل منحس يمكن بالوحدة أو مكون لحالنا الناس بفلوا عبيوتهم الناس تخلص مسرحية طبعا نهار هي الحياة مسرحية نعم الناس بيجو الصباح بفلوا منعشين بوقع لحالنا بينك و بيننفسك تنوجد على تختك بغرفتك لحالك شو بتفكري شو بتحسي إذا بدك بفكر بكتير أمور بفكر بالشي اللي عملته بالنهار إذا كان لازم ينعمل أو لا بفكر بشكل أساسي إذا بدك إذا الخيار اللي أخده سمي جعجع مظبوطة أو لا وهيك بوقت ضعف ووقت إذا فيك تسميه وقت عاطفة مع أنه من البداية كنت يعرف تماما أنه نهار لأخدها الإنسان مش رح يكون لأيلي بس رح يكون لمجموعة كتير كبيرة من الناس اللي بيحبهم وبيحبوه كتير هيك بلحظة ضعف بقول بيني وبينك أنه ياريت كين لأيلي بس هاي بكل صراحة لأي درجة هالمجموعة بعدها كبيرة بتصور بعدها كبيرة كتير هل عم تقوموا بإحصائيات لتشوفوه؟ تكون صحيحة معك لا بس جوابك السؤالك بتطر علي جيوبك بالشكل يعني هل دعوات للمناسبات الرسمية الاجتماعية اللي بيتوجه لك عم تلبيها عم ترفضيها لا عم تلبيها بالإجمال لصوء الحظ أنه بالنهار ما عندك غير 24 ساعة كما سبقت وقلتلك أنه برنابج نهاري عم بيكون كتير يعني كتير معبّة بشكل أنه ما عم بقدر لبل كلها صوء الحظ بس حتى الما عم بقدر لبيهم عم باتصل فيهم واعتذار باسم الحكيم وباسمه ولا عم بلبيهم وعم بشوف ناس ولا بل إذا بدك عاطفة الناس تيجاهي كتير كبيري وهالشي بيخليني إذا بدك استمر وبيعطيني قوة ما بتحسي بإحراج أبداً إحراج؟ بفهم من سؤالك أنه الناس بركي بينظروا لي كمرت مجرم لا أبداً على الإطلاق أبداً ما تجرم نحنا ما قدنا هيك بس السيدي متزوجة زوجة بالسجن نعم هي لوحدة شايفين اليوم شايفين من بره إليغانط أنيقة هتتضحك ومفرقني معك ناس بتطلع هيك إذا بدك ناس بيحد زيتها حشرية بس أبداً وبعدين بالنهاية الناس بتتعامل معك مثل ما أنت بتفرض حالك بالمجتمع شو الصورة اللي بتعكسها وشو الصورة اللي بتعطيها هي بتفرض احترام الناس لإلك الصورة اللي وجودة عند الناس على سريل الجعجع بتعتقدي شو هي اسمح لي السؤال ما بحب أحكي عن حالي بحب الناس هني إذا بدك الصورة اللي هني بيشوفوني فيها هني يحكوا لأناي بس الإنسان بيسمع بهمه النقل إذا كان نقل بالناء بهمه يسمع عراء الناس فيه طبيعي بحب اسمع بس ما بحب أحكي عن حالي كيف توصفي اليوم علاقتك مع رفاق سامير جعجع ممتازة جدا ممتازة جدا هل بيزوروكي بيزوروني بتصور سباقت و سألتني السؤال بيزوروني باستمرار وجه أصدقاء الرفاق 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 نعم بيزوروني بيزوروني باستمرار بيسألوني عنه بيعتبروا أنه بها المرحلة بالزيت ألا شي فيوني عملوا أنه يجوا يتطمروا عنه ببيته وهذا شي طبيعي وصلنا الآن لزاوية الاختبار نعم الاختبار ببرنامجنا هي زاوية ثابتة ونحاول من خلالها ندخل مثل ما سبق وقالنا إلى أعماق ستريدة جعجع نتعرف علي أكتر قدر الأمكان هالاختبار مقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول وجزء الانفعالية الجزء الثاني وجزء النشاط وجزء الأخير وجزء الثانوية والثانوية هي صفة تنطبئ على الناس لديه ردات فعل مباشرة على الظروف أنت حاضرة؟ أنا حاضرة أين نبليش؟ حاضرة الاختبار الأول هو اختبار الانفعالية لاحظت عليك سؤال وفي عندك ثلاث خيارات مفروض تختاري خيار بين الخيارات هل بتخذي أمور تفهى على محمل الجد مع أنك بتعرفي أنه ما ألا أهمية؟ هل بتطربي لأسباب بسيطة أم أنه الأحداث الخطرة فقط بتجعلك مضطربي؟ فيك ترجع تعد للسؤال بيس؟ هل بتخذي أمور تفهى على محمل الجد مع أنك بتعرفي أنه ما ألا أهمية؟ هل بتطربي لأسباب بسيطة؟ أم أنه الأحداث الخطرة فقط بتجعلك مضطربي؟ الأحداث الخطرة بس تجعلني مضطربي؟ هل بتنفعلي بسهولة؟ أم بتتأبد الأمور مثل ما هي؟ لا بتقبلها مثل ما هي هل بيجرحك بالعمق انتقاد حاد؟ أم ملاحظة ساخرة؟ أم بتتأبد الملاحظة بما تنجرحي؟ لا بتقبلها بكل راحة بتصبر هل بتطربي بسهولة بسبب حدث غير مختقب؟ هل بتنتفضي وتبني ديك حدث فجأة؟ هل بتصفرلي أو بتحمري بسهولة؟ أم بيصعب اضطرابك؟ بيصعب بعد مرحلة هالسنتين بتصور بيصعب اضطرابي؟ هل بتحمس انت وعم تحكي؟ هل انت صوت العالي بالنقاش؟ هل بتحس انك بحاجة لاستعمال الفاظة عنيفة؟ كلمات معبرة؟ أم تتحدث هدون عجلة بطريقة ليقة وهدية؟ ليتو الأخيرة ريقة وهدية؟ هل بتتوتري قدين مهمة جديدة؟ قدين تغيير بالأفق؟ أم بتتعطي مع الوضع بهدوء؟ بهدوء؟ هل بتنتقل من النشوة إلى الإحباط؟ من الفرحة الحزن؟ والعكس بالعكس؟ بدون سبب وجيه؟ أو حتى دون سبب ظاهر؟ أم انت إنساني متوازنة الطباع؟ يعني ما بعض إذا في استفيد هون بجوابه متوازنة لحد ما يعني إنسان بالنهاية عنده مشاعر وأحاسيس وده شي طبيعي جداً يعني هل بتراودك شكوك والحيرة بشأن أعمال دون أهمية؟ أم أنك ما بتعرفي حالة القلق إلا استثنائياً؟ إلا استثنائياً؟ إلا استثنائياً؟ إلا استثنائياً؟ هل بتشغلي نفسك بنشاط خلال وقت فراغيك؟ دراسة، نشاط اجتماعي، أعمال إدوية أو حرفية؟ أم تستفيدي مننا للراحة؟ أم تبقي فترة طويلة ما بتعملي شيء؟ تحلمي وبتسفي فقط؟ بستفيد مننا للراحة هل بتقومي بجهد كبير تنتقلت من الفكرة للتنفيذ؟ أو بتنفزي فوراً من اللي قررتي بدون صعوبة؟ لا، بيخد وقته هل بتراجع بسهولة قدام المصاعب أو قدام مهمة متعبة؟ أم على العكس صعوبة بتتحمسك وبدفعك لبز المجهود؟ ما بتحمسني بس تدفعني لبز المجهود أكبر، ما في شاب؟ هل بتقومي بياللي عليك فوراً كتابة رسالة تسوية قضية؟ أم بتنيني للتأجيل والرفض؟ لا، كتابة رسالة؟ هل بتغضي قرارات فورية حتى بالحالات الصعبة؟ أم بتنين للتأجيل؟ قرارات فورية؟ هل أنك كيرت الحركة؟ بعد تفكير بين هلالين، أكيد هل أنت إنسان كيرت الحركة؟ بتم تفضل من الكرسة بتروحي وبتجي بالشقة أو بالبيت دون أي عاطفة قوية؟ أم أنك عادة جامدة بغياب أي حساس قوي؟ لا، بلتو، إذا بدك جامدة؟ إذا كان في تغيير مفيد بحياتك، هل بتعددي بالبدأ فيه؟ إذا عرفت أنه بيتطلب منك مجهود كبير، أنت بتراجع قدام العمل اللي بدك تبلشي فيه وتفضل الاكتفاء بالوضع الحالي؟ لا، بقوم بجهد إذا عطيت أوامر بتنفيذ عملي ما، هل أنت من النوع اللي ما بيهمه النتيجة؟ المهم أنك تخلصت من العمل؟ أبداً أم بتراجع بالتنفيذ، وتتأكد أنه كل شي متمم جداً حسب الشروط والوقت المحدد؟ أكيد براجع بالتنفيذ؟ آخر جزء من الاختبار واختبار الثانوية، مثل ما أنا الثانوية هي صفة، تنطبق أعيالي ما عنده رداد فعل فورية على الظروف، هل بيعمل ستريدة جعجع بتفكر بالمستقبل البعيد، مثل الإدخار للشيخوخة، أم بتفكر بالعواقب البعيدة لأعمالك، أم بتهتم بس بنتائج الفورية؟ بدك ترجع تعديل السؤال؟ هل بيعملك بتفكر بالمستقبل البعيد، مثل الإدخار للشيخوخة، أم بتفكر بالعواقب البعيدة لأعمالك، أم بتهتم بس بنتائج الفورية؟ تفكر البعيد، هل بتتوقع كل شي بيحصل؟ بتحضري له، أم بتتكلي على حدثك؟ لا بحضر له، هل عندك مبادئ صارمة بتأيدي فيها؟ أم بتفدلي تأقلم مع الظروف بليوني؟ لا لا، ما بادي، هل أنت فابت مخططاتك، أي بتنهي اللي بلشت فيه؟ أم بتترك المهمة، أم بتخلصيها؟ لا، بلش بشغلي، وبكملها للإخير، هل أنت سابت بعلاقاتك، يعني بتحافظ على صداقة الطفولة، بتزور نفس الأشخاص، نفس الأصدقاء، أم بتبدلي أصدقائك غالبا، بيدوب سباب وجهه؟ بحافظ عليهم، بعد غضب شديد، هل أنت سهلة بالوفاق، بترجعي مثل ما كنت، وبتنسي الأمر، أم بتضلي سيئة المزاج، أم أنت صعبة بالوفاق، حقدك بيستمر؟ حقدي أكيد ما بيستمر، بالعكس للوفاق، بس، ما بنسى، ما بنسى، ما بنسى، هل عندك عداية تتمسى كيفية، هل بتحبي تردي الأمور إلى طبيعتها، أم أنت إنساني بتنفر من كلمة، هو اعتيادي ومرتقب، لأن المفاجأة بالنسبة لك، أنصر أساسية لإستمتاع؟ لا، أبحافظ إذا بدك، يعني، بيتوش الأول من السؤال، هل بتحبي الترتيب والتعادل والانتظام، أم أن الترتيب يبدو ممل لك؟ لا الترتيب، هل بتحضري مسبقا، كيف لك تمضي وقتك؟ هل بتحبي الخطط، التخطيط، وعطاء المواعيد، وتنظيم البرامج، أم أنك تدخلي العمل دون نظام محدد مسبقا، تنظيم، وإذا تعتم دي رأيي، هل بتمسكي فيه بعينات، أم أنه فكرة جديدة بسحرك، فبتبدي رأيك، بعرف اسمها يا لأكيد، وهي ميزة بتصور كتير مهمة، لا، ما بتشبص دي رأيي، ما بتشبص دي رأيي، غير ما يكون إنه واسع منه مليون بالمية، نتيجة الإختبار، وعجزة الثالث والأخير، من حلقة ليلي من ما رأيها، بعد الأعلام، خليكم معنا، ستريدة جعجع، هل جمال مرأة بسعادة بالسياسة؟ هل الناس بيتقابلوها بشكل مختلف، بيتعطفوا معها أكتر، بيعيدوها أكتر؟ يعني السؤال بيدحكني شوي، الجمال شي، والسياسة شيء مختلف تماما، أبيقول شي، الجمال إذا بدك بالمطلق، موهبة بتصور، مش موهبة بعطاء من عند ربنا، لكن العطاء جواز مرور إلى قلوب الناس، مش من رأيه؟ إذا بدك كاللقاء أولي، بس ما في حدا بشع بالمطلق، أو حلو بالمطلق، لجوء الكلور نسو ديسكوتباه، تصور، بس ننجح للموضوع الأساسي، إنه طالواحد إذا بدك يتعطى بشأن السياسي، مفروض يكون عنده ميزتان أساسيتان، أبل كل شي، مفروض يكون عنده المؤهلات اللي يسني، والميزة الثانية، إنه مفروض يكون عنده العلم الكافي، بقى، ماني شايفي كيف هالصفتان الجمال والسياسة، يقدرين أنه يعني يكونوا متربطين مع بعضهم، بس إذا بتقلي بالمطلق هلأ، أنه اثنين نسوان، اثنين عندهم ميزات أنه يتعطوا بشأن السياسي، اثنين متسقفين ومتعلمين، نفس المؤهلات، نفس المؤهلات، بذات الوقت، في واحدة أحلى من الثانية، بقى لك أنه سيتان بلوس، بس الجمال بيحد زيت طالواحد يتعطى بالسياسي، بقى لك أنه خرج أمرأة حلوة تروح تبرز بمباراة جمال، ذكر، بفهمها، بس أنه تكون صفة أساسية تتعاطى بشأن السياسي، لا، أنا شيفيتهم رقلي مع بعضهم، واشي حد أسماعك؟ مباراة الجمال، ملكة جمال لبنين بأي سنة؟ ملكة جمال نعم بالخمسة وثمانين، خمسة وثمانين، خمسة وثمانين، من عشر سنة، من عشر سنة، سيتريدة جاجع، بسياسي، هناك ربح وخسارة، هل تعتبر نفسك اليوم خسرت الريهان؟ استسلمت هالقدر؟ ما في شك أنه بالربقة السياسي، في ربح وخسارة، بس سؤال بحب أطرحه هون، أنه مين اللي بدو يحدد هالربح وخسارة؟ الظروف؟ اليوم، بالشي اللي عم بيعملوا جاوزة في بعض الأشخاص، بيعتبروا أنه جنون بحد زيتها، لديك بعض الأشخاص، لا، بيعتبروا أنه لا، اللي عم نساني جعجا، هذا المضبوط، فيه يقول لك، إذا وديكون كثير موضوعية، وخلي عطفتي، ما تتغلب على أحاسيسة، إذا بدك، أو المنطق، اللي فيه يقول لك، أنه المستقبل الوحيد والتاريخ، هو اللي بيجزم، إذا اللي صار، كان ربح أو خسارة، ما في شك، أنكم حكمتم المنطقة الشرقية، تقول أنتو، أنتو، أنتو الحكيم، تسلع بالبلد، ما كان في خطوط عريضة لحياة الأرار، إلا ما كان انطلقته، من أن سامير جعجا، اليوم الوضع اللي انتو موجود فيه، هل بيشكل أحباط عندك؟ لا، ما بيشكل أحباط، يعني، أنا ويعي تماماً للشي عم بيصير مع زوجي، عرفتها مرحلة عابرة، من المراحل اللي قطع ورح يقطع فيها بحياته، ما بتشكل لي أبداً أحباط، لا، وقتا بتقوى عليك معالم الحزن، كيف تتصرفي؟ بصلي، هل عندك شفية؟ مرشربل السليم لإسمه، بتزوري مرشربل من وقت لتاني؟ بزور مرشربل إذا بدك مرة بالشهر، بتزوري الكنيسة اللي تزوجته فيها؟ لا، بزور المحبسة تحت، يعني ما بتسترجع ذكرياتك بالكنيسة، كانت لحظات حلوة وقتها؟ لحظات كتير حلوة بعيشك اليوم، مشتوري اطلع زور الكنيسة فوق، ترجع تذكرها يعني، لا، بس تنزل على المحبسة، لأن حصة حالة قريبة لإلوه أكتر من الكنيسة فوق، شكراً، هالصور الحكيم موجودة بالبيت؟ موجودة بكثرة، ليش؟ لعدة اعتبارات، دائماً الشخص اللي بتحبه أو بتآمن فيه، بتحب تكون لذة وينما كان، وكيف ما كان، تصور شي طبيعي، بسبب وقلت إنو كنت بوقت من الأوقات بتقول إيبانك وبان نفسك، يارات كان بس لقلي، مش للناس، مضبوط، لو تركتي انت بس بقلبك، ومحتك تصوره بالبيت، لكل الناس اللي عم يجوا، مكان أفضل يمكن؟ مش بالضرورة فيه خليه بقلبي، وفيه حط صوره للناس كمان، هاي دي ما بتمنع هاي، ستريدة جعجع، هل أنت ندماني على زواجك من سمير جعجع؟ يعني سؤالك راح جاي وبالي، بقلك شغلة تكون كتير موضوعية، ما في شك المرحلة اللي قطعت فيها، كانت إيسية جداً، وإذا خيروني كنت قطع فيها، كنت أكيد بفضل لا، وما بتمنى لألد قعدائي إذا بدك، إذا عندي قعدائي، سكيني بالوكا إذا بدك، إنو يقطعوا فيها، بس لو الزمن بيرجع لورا، في يقلك شاهدة، إنو على الأكيد ما بختار شخص اسمه سمير جعجع، بالوضع اللي انتي فيه اليوم، هل كنت بتفضلي يكون عندك طفل من سمير جعجع؟ أو على العكس بتقولي، منيح يلي ما عندي ولد، وما بدي يعيش بلبي؟ قبل كل شي، الله يخلي لنا بعضوا على قيد الحياة، مش قصة بلا بي، نعم، 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 كنت بفضل، ما في شك إنو ما يكون عنده أولاد، لعدة اعتبارات، لأن اليوم، الولد بحد ذاته مسؤولية كتير كبيرة، يعني اليوم فيك تشيب أشخاص يساعدوك بالبيت، بكل المجالات، من عدى تربية ولدك، هاي الشغلة الوحيدة إذا بدك المؤدسة بالنسبة له، اللي الإنسان بده يعطي من ذاته ومن وقته، ما في مزح فيها، بهالوقت وهالظرف اللي عم بقطع فيه، بكوني كل وقتي، وكل فكري، وكل اهتماماتي لشخص سمير جعجع، كنت أوقات بقول إنو لو في ولد كمان، بدي كنت جرب ليه الوقت بين الحكيم وبين هالولد، بفضل اليوم بهالمرحلة بالذات، أن يكون كل وقته لشخص الحكيم، لكن وجود طفل ما كان يعطيك أكتر من التصميم، من الإرادة، من الاندفاع، وبيخلي صورة الحكيم على طول بين إيديك؟ صورة الحكيم على طول بين إيدي، بوجود طفل، أو بوجود، يعني أو مش بوجود طفل عطول معي، بكل دقيقة، بكل تك من حياتي، اليوم هل عم تفكري تسافرين؟ سافر عطول، يبقى أصدف فهم منك يعني، بقعت كل هالأسئلة اللي سأرتني هون بعدك، عم تتعب نفسك يا ريكاردو، سافرت غير شوي، مثلاً عند أختي، عند الوالد، هذا شي طبيعي جمعة جمعتين، بس إنه أترك الحكيم وفل هذا الشي، يعني أكيد ما بحقيدي فكرت فيه، أنا باقي حد سمير جعجع للنهاية، والأيام الحلوة مثل ما بالأيام الصعبة، هذا أقل شي في أعمله تجاه الإنسان، يعني الالتزام اللي كان عنده يتجاه قضيته، أقل شي يكون ملتزم، أنا هيك على مستويل هالأنت يعني، تجاه هو، إذا الوقت بيرجع لورا، شو بتغير ستريدها طوء بحياتها؟ أترك في مستمع محطة، إذا ابتك الإمكانية؟ فيه عفوية فيه، كنت بفضل ما تكون فيه، بالمرحلة اللي أطعت فيه، إذا بدك، أستريدها جعجع هون بسرس أهلي الأخير، الوين؟ الوين رايحة؟ رايحة للنهية، اي نهية؟ رايحة للنهاية مع شخص اسمه سمي جعجا هادا الفيه لك ياه هادي معركتي اليوم قضيته رايحة فيها للنهاية ولو ايه لعتقدك هالنهاية بتاع التقديم؟ انا ما بحب اعتقد بحب لك شغلي انو كل شي بهالدني له نهاية ونهاية سعيدة ومتل ما سبقت وقلتلك الشعارة بالحياة تفكر بايجابية انا مسيحية مؤمنة برجع بكرر هون وبقامن بشي اسم الرجع وبقامن انو بكل شرق شمس جديد بهالدني فيه امل جديد وشولا كان اذا قضية جوزة قضية سياسية ومعروف انو ما في شي جامد بالسياسي بتصور نتيجة الاختبار صارت بين ايدينا ونتيجة بيانت انو ستريدة طوق او ستريدة جعجع هي انسانة مجغوفة باسيونية والمجغوفون هم اشخاص طمحون يحققون طموحهم اقصى درجة التوتر في جميع نواحي الشخصية نشاط يركز على هدف واحد مؤمنون ومؤهلون بطبيعتهم الى القيادة يحسنون السيطرة على عنفهم واستعماله خدمون وجديرون بالاحترام ويحبون المجتمع وغالبا ما يكونون محدثين لبقين يأخذون على محمل الجد العائلة والوطن والدين رأيهم في العظم عميق ويعرفون كيف يسكتون حاجاتهم العضوية فيبلغون احيانا درجة التقشف أصفة المهمة إنجاز عمل شو رأيك؟ برجع بقلك كتير بشعر الواحد يحكي عن نفسه إنها صفات بتنطبق بتنطبق بشكل أساسي نعم لشخصيتي يعني اختبارا نيجح يعني ستريدة الوقت مرأ بسرعة وكل شيء له نهية حتى برنامجنا حلو أو حلو ينتهي الليلة لكن أهم شيء إنه أحلامك مثل ما سأوا سكرنا وأمالك ما ينتهوا وإذا انتهوا يكون نهيتهم سعيدة العمر بعد بأوله وربيع العمر إن شاء الله يشرق على طول عبر إبتسامتك بالختام رح أطلب منك إذا تسمحي بتاني هاللقاء برسالة رسالة حب اشتياق أو محبة إلى الدكتور جعجة صحيح إنه يمكن إنه ملاحظة يشوفنا بس لابد إنه الرسالة توصل بحب إلو إنه بلشنا سوا ورح نكمل سوا للنهية بكل بساطة وإذا هو اليوم موجود عم يشوفنا على كل واحد يشوفوا إلوه طبعي بالكاميرا طويلوية أنا بشوف حالي فيك بشي لانتاعملو أهلا وسهلا فيك سيدري داجاجا وإن شاء الله بتوفيق الله يخليك يعطيكم العافية موسيقى